السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مرقم فارس في حلقة جديدة من سلسلة شروحات ميرش انفورمر يمكنك ان تشترك فيها الاضافة من اول رابط في وصف هذا الفيديو مع استخدام كوبون الخصم يقوم بخصم 20% من سعر السعر النهائي لأي خطة على الاطلاق في حلقة اليوم سوف نتكلم ان شاء الله عن كي وورد كلاود عندما اضغط على كي وورد كلاود استطيع ان اختار تريندينج فراز او الجمل الرائجة او استطيع ان اضغط على اول او استطيع ان اختار اي تاريخ من اختياري بشكل يدوي لتظهر لي الكلمات المفتاحية الاكتر بعد داني مثلا اريد ان استهدف عيد الاب مثلا لا يمكنني ان ابحث عن تاريخ لم يأتي بعد وبالتالي اتوجه الى السنة الماضية بتاريخ واحد واعشرون هكذا جون واحد واعشرون اين هي واحد واعشرون بعد ذلك اضغط سيرش بهذا الشكل لتأتيني الاقمصة التي باعت بشكل اكبر في هذا التاريخ ما هي الكلمات المفتاحية التي كانت تستهدفها الجميل في الامر انك تستطيع ان تختار السوق اليونيتد ستيت البريطاني او السوق الالماني الجميل ايضا في الامر هو ما يمنحك خصائص اكتر انه يرتب لك بالنسبة للكلمات المفتاحية او الكلمات التي هي كلمة واحدة بالنسبة للترتيب او الرنك لكلمتين مفتاحيتين مع بعض وايضا ثلاث كلمات مفتاحية لتستطيع ان تحصل على افكار بحيث انك مثلا اذا تريد تستهدف هذه السنة في عيد الاب على سبيل المثال تستطيع ان تقوم باستهداف هذه الكلمات التي حصلت على اكبر قدر من المبيعات في العام الماضي نقطة مهمة اخرى ايضا يا اصدقاء عن نفسي شخصيا دوما ما احب التكلم عن الثلاث كلمات لانه صراحة بالنسبة للكلمة واحدة والكلمتين من الصعب جدا ان تترتب فيها بشكل جيد صحيح اذا انجحت في الترتب في احد هذه الكلمات وهي كلمة واحدة سوف تحصل على مبيعات اكتر ولكن اللهم قليل مضمون ولا كثير وابقى اجري خلفه بهذا اتي الى هنا بعد ذلك اكتب اي كلمة من هذه الكلمات واتفقدها فيما يخص product search كما سبق وان شرحنا في الحلقات الماضية فاي اداة من هذه الادوات السبقة وان تكلمنا عنها لن نعود ونتكلم عنها مرة اخرى حتى لا اضيع وقتي واضيع وقتك يا صديقي تستطيع العودة الى الحلقات الماضية لتفهم كل شيء استطيع ان نتحول ايضا الى السوق الالماني مثلا او بالاضافة الى اني استطيع ان اختار من هنا مباشرة اختار trending phrase واختار اي تاريخ عشوائي بهذا الشكل بعد ذلك اضغط search الموقع قم باضافة هذه الخاصية مؤخرا وهم زالوا يعملون على تحديثها على ما اعتقد لا ادري لماذا لا تظهر المعلومات الكافية دعنا نقوم بالعودة الى التاريخ اقدم لا ادري لماذا لا تظهر النتائج صراحة ليست فترة طويلة منذ ان تم اضافة هذه الخاصية لذلك اقترح عليك ان تعمل بـ وتبحث بشكل خاص بالتاريخ الذي تريده وهذا ما يوفر ميزات احسن بكل تأكيد كان هذا كل شيء في حلقة وموضوع اليوم اتمنى ان اكون قد وفقت في الشرح ان وفقت في الشرح فمن الله وعده ان اخفقت فمن نفسي ومن الشيطان كان معكم من خلف المايك الارقام فارس لا تبخذوا علينا بالضغط على الزر لايك كومنت اسفل هذا الفيديو واشتراك في القناة اذا كانت هذه اول مشاهدة لك الارقام فارس مع تفعيل الجرس مشاركة الفيديو مع الأصدقاء المهتمين بالمجال اسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا تبخذوا علينا ولو بدعاء في ظهر الغيب